قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تدي رشوان أن مصر أكدت ضرورة الالتزام بثوابت القانون الدولي وعدم تهجير أهالي غزة لأي مكان وخلال مؤتمر صحفي أمام ميناء رفح البري أضاف رشوان أن الرئيس السيسي اشدد على ثوابت الموقف المصري حول القضية الفلسطينية في اتصالات الهاتفية مع قادة العالم مشيرا إلى أن ما يجري في قطاع غزة الآن هو عدوان لا تقبله مصر ولا تقبله الشرعية الدولية مصر أيضا تؤكد على رفضها القاطع وانحيازها التام للقانون الدولي الإنساني وبخاصة معاهدة جينيف الرابعة التي تحضر أي تهديد أو أي نقل أو أي تهجير أو ترحيل بالقوة للسكان المدنيين سواء داخل الإقليم المحتل وهو هنا قطاع غزة أو إلى أي مكان آخر خارج هذا القطاع